شي اخر اخواني طبعا ذوباب الالكتروني نشتغل ركز في البداية على عربي وقبيل الحمدلله هذه بدأت تروح والحمدلله رغم كثير من اخواننا اللي كانوا او شباب صغير اللي كان متورط ومشفاهم ويستفزوه بدأ يفهم باللي هذا ذوباب الالكتروني هذه يعني لعبة مخابرات داخلية ولكن اصبحت خارجية ايضا فالحمدلله الان رغم شاولة قضية علماني اسلامي ما نشعارف الى اخره شوف الافكار القناعات العقائد موجودة موجودة في البلاد كان اللي يكثر كان اللي اقل كان هذا الناس غدا يفصل بين الناس الصندوق الشفاف الانتخاب الحقيقي الصادق والفعلي والنزيه هو يختار شعب الجزائري الاغلبية التي تمثله ويحترم الاقلية التي لا تمثله وجميعنا علينا ان نحترم كلمة شعب لن ينزل انبياء او ملائكة من السماء ليا كي يحكمون وليس لدى العلمانيين انبياء او رسول كي يحكمون بشر عندهم قناعات وافكار كل واحد دافع على قناعته كل واحد دافع على افكاره في القضايا لكن هذا حينما يتحرر الوطن اما الان فان معركتنا جميعا على اختلاف قناعاتنا السياسية الفكرية الاديولوجية العقائدية مهما كانت والناس لها الحق ان تختلف هو ان هناك عصابة نهبتنا ظلمتنا حقرتنا سجنتنا قهرتنا نهبت اموالنا خلت القوى الخارجية تدخل في بلدنا الى اخره ورجعتنا الى الى اسوأ الشعوب والى اسوأ الاوطان وكان يقوله على الشعب الجزائري كل الكلام القبيح اوثبت لهم بان الشعب الجزائري اذكى منهم واكثر تحضرا منهم بل اكثر تحضرا حتى من ناس كثير من وراء البحر اذا اخواني ما يلعبوكمش هذا علماني وهذا ملحد وهذا كافر وهذا اسلامي وهذا ارهابي هذا هو التفريق فرق تسد ديفيزي بوريني هكذا استعملت الامبراطوريات وحكمت شعوب حينما كانت بريطانيا تحكم الهند كان البريطانيين عددهم 10 مليون والهنود عددهم 300 مليون بل ان بريطانيا الامبراطورية لم تحكم فقط الهند حكمت الهند وحكمت اجزاء هائلة من الصين وكانت على بوابها تحكم اليابان كيف يعقل ان البريطانيين اللي كانوا اقل من 10 مليون يحكمون الهنود اللي كانوا 300 مليون والصينيين اللي كانوا انا ذاك 400 مليون و 500 مليون واليابانيين اللي كانوا لا يقلون عن 70 و 80 مليون كيف يعقل ذلك كانت الاستراتيجيات الاستعمارية البريطانية والفرنسية طبعا الفرنسيين أيضا حكموا عدد كانت دائما فرقت سد وضرب هذا بهذا وضرب هذا في الهند يعني هناك حديث كثيرة كما رأنا اليوم قبائلي وعربي وكذا تلاعبوا بهم ولكن عندما جاءوا ناس عقلا حكماء استطاعوا يقضوا على التفرقاء لوقت معين حتى يواجهوا الامبراطورية البريطانية الاستعمارية أنذاك وأيضا الفرنسية فنا إخواني ضعوا جانبا كل اختلافاتكم سواء كانت تلك التي تغني وتثري أو تلك التي هي خلافات نضعها الجانبا الجماعة هذه العصابة هذه الكارثة هذا الاباقر ثم الشعب يحسم ويفصل بين الناس أنا على يقين من الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري هي هذه القناعات انتح وهذه أفكار انتح نعم إخواني يكتبوه عار عليكم الاستقواء بالخارج بكل لغات العالم وترحلوا يعني ترحلوا بكل لغات العالم وخاوى خاوى نحن إحنا خاوى بكل لغات العالم والجيش وجيشنا والشرطة والدرك أخوتنا بكل لغات العالم نحن شعب واحد حتى ونختلفنا في أفكارنا أو في لغاتنا أو في قناعاتنا نحن شعب واحد تجمعنا الجزائر ويجمعنا الإسلام مرة قال لي واحد من الله إخوان كتب لي قال أنت دائم تقول يجمعنا الإسلام لكن نحن مسيحيين ونحن جزائريين قتلوا تجمعنا الإنسانية إذا لم يجمعنا الإسلام ونحن الغالبية الغالبة العظمى من الجزائرين أكثر من 99% فاصل على الأقل 99.5% مسلمين إذا لم يجمعنا الإسلام فإن لسيدنا علي قول قول عظيم نقول لكم بالدرجة أو بلغتنا الآن يقول لك أن الإنسان إما أخوك في الدين وإما أخوك في البشرية والإنسانية نظير لك في الخلق أو نظير لك في الدين أي إنسان هو نظير لك في الخلق مخلوق مثل أنت هو ابن آدم هو بشر فهو نظير لك في الخلق إن لم يكن نظير لك في الدين بمعنى إن لم يكن أخوك في العقيدة وفي الدين فهو أخوك في البشرية وفي الإنسانية وكلكم لآدم وآدم من تراب حديث نبوي شريف صدع به قبل 14 قرن إذن إذا كنت أخي ومكش مسلم سواء مكش مسلم لأنك لا تريد أن تكون مسلم أو لأنك اتبعت دين آخر فأنت أخونا في الإنسانية وأخونا في الوطن هذا وطن للجميع لا يقصى منه إنسان أي إنسان إلا إذا كان أجراً في حق الشعب والمسلم الحقيقي يعرف أنه لا يستطيع أن يقصى الإنسان لأنه إنسان أو لأنه يختلف معه في الدين أو في العقيدة يعرف ذلك جيداً لا يمكن إن أول دستور وضع للبشرية في الوقت لم يكن فيه دستير هو دستور المدينة هو وثيقة المدينة اللي تعرف أيضاً بدستور المدينة من بعدها قيل أنها تسمى وثيقة المدينة وثيقة المدينة كتبها رصاعي سلم مع اليهود ومع المنافقين ومع المشركين والمسلمين وفي بدايتها أن سكان يثرب سكان المدينة كانت تسمى ما زالت اليثرب آنذاك هم أمة واحدة يعني كيفاش واحد يقول كيفاش أمة واحدة وفيه يهود وفيه منافقين أمة واحدة في الأرض يجمعهم الوطن فنحن قناعتنا حينما ننظر إلى القوى العقلانية والغربية واللي وصلت إلى هذه القناعات أنها جعلت الوطن للجميع فهو للجميع وحينما نختلف في القناعات السياسية أو الدينية كل واحد يحتفظ لا إكراها في الدين إذا كان لا إكراها في الدين وهذه آية صدعت أيضا قبل 14 قرن وجات بعد أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي جات بعدها مباشرة لا إكراها في الدين إذا لم يكن هناك إكراها في الدين وإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله فيقول ليست عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذا كان هذا الخطاب هو هذا الخطاب الحقيقي فكيف يجي واحد يكرهك على شيء آخر لا يكراها في الدين ولا في العقيدة ولا في الديمقراطية ولا في العلمانية ولا في الوطن لا يكراها في أي شيء إنما هناك قانون للبلد ونظام عام ينطبق على الجميع ويجب أن ينطبق على الجميع وهذا القانون تصنعه الأغلبية ويحترمه الجميع ولا يظلم فيه أحد إذن فكن شوف أخي حتى لو كنت مسيحي أو غير مسيحي كل ما تشاء رك جزائري فالجزائر للجميع لا يقصى منها أحد إلا من يقصي نفسه ومن يريد شرا بهذا الوطن أو بأهله أو بالناس ويرتكب جريمة أو هذا في كل قوانين الدنيا أنا أقول هذا هذه قناعات نحن نؤمن بها ونعتقد بها في العمق يختلف بها الناس معنا ممكن ناس أحرار ترجمة نانسي قنقر